سلام عليكم أبطالي سوق الانتقالات الشتوي يبدو بأنه ممكن ينفجر بأخر 48 ساعة وتحديدا عند الإنجليزي وتحديدا أكثر بلندن عند تشيلسي ونوعا ما عند الأرسنل أيضا عجبها الثاني بمانشستر وينايتد وربما تدوي صفقة في سماء مانشستر هاريكان من الفبيرز إلى اليونيتد لكن مطلب هاريكان المادي ربما يحول دون هاي الصفقة وضربة على رأس شافيو بارشيل هنا إصابة دنبلة الصعب من المتوقع وغياب عن مباراتين مهمين جدا وصحيفة آس تتكلم عن صبقة جود بلينجهام بالصيف القادم ومشروع في فورنتينو بيريز بالنسبة للميركادو ومثلما تعودنا كمشة بحبيش تاني رح نتكلم عنا بهذا الفيديو السلام عليكم أبطالي كيف أحوالكم وإن شاء الله تكونوا جميعا بألف خير وأهلا وسهلا بكم معنا لسيم وحصاد جديد يومي متلما تعودنا حبايب أنا داخل بتحدي مع نفسي صار لي عشرة أيام تقريبا ونهو يكمل من هون وحتى يبدأ دوري أبطال أوروبا بحيث كل يوم بدون توقف يكون في فيديو أو اثنين بإذن الله تعالى بالإضافة للشورت انتبهتم أن يكون يوميا فيه شورت فيه شورت تمام يعني فيديو قصير طولي بحيث بطرح فيه فكرة قانونية جواب على السؤال قصير نوعا ما عن قوانين كرة قدم وما إلى ذلك جاوبوني بالتعليقات هل عجبتكم هذه الفكرة؟ أنا من ناحتي شايف التفاعل مجنون بك الأمانة فشكرا لتفاعلكم دلل لنا ومندللكم ولا تنسوا تعبوني على جميع معوقات التواصل الاجتماعي كل حساباتي بتأوى بصندق الوصف وجميع القصص تنتشر عليها أول بأول مع التحديثات مثل ما تعودنا وخليني أبدأ مع رقم قياسي انكسر مبارح وهو لللاعب إيناكي وليامز لاعب أترك بالباو الإسباني والرقم القياسي هو إنه اللاعب من 6 سنين و 251 يوم ما غاب عن أي مباراة مع التحديثة بالباو وعطيني لاعب كسر هذا الرقم اكتب لي اسمه بالتعليقات بسرعة هذا اللاعب ما غاب من 7 أبريل 2016 وكانت مباراة التحديثة بالباو أمام ما لقى ولا حد هذا اليوم كان بكل مباراة التحديثة بالباو على مدار 6 سنوات و 251 يوم حاضر بكل مباراة لعبها النادي حتى أجي مبارح وغاب أمام سلتافيغو وهذا شي كان بسبب مشاكل عضلية ولكن حبيت أذكر هذا الموضوع حتى تفرجيكم أنه هناك الكثير من أرقام وإحصائيات وكثير من أمور تحدث بغير أندية عدل كبيرة لكن لا يتم تسليط الضوء عليها هناك ويليامز ظاهرة بدنية عجيبة أما إذا رأيت برشلونة وبينفيكا وتوتنهام ما دخل هذا مع بعض؟ توتنهام مثل ما نعرف اشترى اللاعب بيدرو بورو من نادي بينفيكا البرتغالي حتى يحل مشاكل كونتونيو كونتي والإسبارسا تنهام مع الجبهة اليمنى وراحت على ريال مدريد الصفقة من الآخر حاليا بينفيكا لا بد أنه تأثير الدومينو يضربه وهو أنه يجيب لاعب بديل لهذا اللاعب راحت وجهة بينفيكا إلى برشلونة كحل مؤقت هو اللاعب هكتور بيليرين بيليرين هو ظاهير برشلونة الحالي والذي اشترى مثل ما نعرف بفترة كان يمر فيها بأزمة قوية جدا جدا وفي ناس انتقدت هذه الصفقة أنا بكل أمانة حكمت على هذه الصفقة بأنها صفقة إجبارية مجبر برشلونة يأخذ هذا النوع من الصفقات وأكيد اللاعب أو النادي ما اشترى هكتور بيليرين على أساس أداؤه بالأرسنال لأنه كان لعب سيئ سيئ جدا كانت مشاهدته تستحق مو الإشادة تستحق أنك ترمي التلفازيون من الطابق 14 على الأرض من الآخر وتخلص من هيك مباراة لما تشوفه عم يشارك أساسي لكن أتوقع بأنه برشلونة اشترى اللاعب بناء على أداؤه بالدور الإسباني تحديدا لكن مع برشلونة ما أدى الأداء المرجو منه كاليفل برشلونة حاليا طبيعي أن برشلونة يتخلى عن اللاعب بنفكا يقترح بأن الصفقة يعارح حتى نهاية الموسم برشلونة يحاول أن يكون بيع نهاية ويخلص منه بكل أحوال غالبا بحسب فابريزا رومانو المفاوضات تسير على مايورام وهكتور بيليرين سيخرج من برشلونة إلى بنفكا البردوغالي كبديل لبيدرو بورو أما إذا نذهب إلى لندن ونرى ما يحدث مع الأرسنال واللاعب هو سكاي سيدا والذي أنا شخصيا متحمس كثير لهذه الصفقة من برايتون الإنجليزي أتمنى أن تكتمل هذه الصفقة بحسب فابريزا رومانو آخر تحديث وكذلك ديفيد أرنستون وبن جاكوب وغيرهم وغيراتهم من الصحفيين ذات الخبر اللي حصل لحد الآن اللاعب مصرع أنه يخرج وتحديدا إلى أرسنال ما عنده أي مشكلة تيلسي طبعا الحمد لله طلعوا عن الصفقة تيلسي طلعوا عن الصفقة يا جماعة الحمد لله المهم اللاعب أصدر أكثر من بيان حابب يطلع إلى الأرسنال برايتون رفض أول عرض وهو 60 مليون يورو اللي حصل للبارحة بأن الأرسنال قدم عرض ثاني 70 مليون يورو رفع العرض لكن برايتون فورا رفض العرض مباشرة ومصر ياخد 100 مليون يورو لكن المؤكد بحسب فابريزا رومانو بأن الأرسنال سيقدم عرض ثالث خلال هذا اليوم فورا بآخر وقبل آخر يوم من المركاتو الشتوي عسى أنه يحصل الصفقة وإذا قدم هذا العرض فلح يكون رقم قياسي بالنسبة لبرايتون بتاريخ النادي شو رأيي بهذه الصفقات بكل بساطة وهي الأرقام اللي عم تندفع مو يساس كايسيدو لاعب من أفضل اللاعبي الارتكاز بالدورة الإنجليزية بكل تأكيد لكن شو قصة الأرقام الكبيرة بكل بساطة أنا بحكي عن هذه الصفقة واليوم وبأي يومين اللي يسكر المركاتو بكل بساطة موضوع الأورسنال اللي عم يصير حاليا بالأرسنال اللي عم يصير يعني اللي عم يصير معه تحديدا أنت مجبر مجبر أخاك لا بطل هل يستحق اللاعب هذا الرقم أنا ما بعرف اللاعب رائع جدا لكن أنا خرجت من وضوع تقييم اللاعبين والفكرة أنه الأرسنال متصدر لبريمير ليج وانت مضطر تتجاوب مع موضوع الأورسنال اللي عم تنحط فيه لأنه بدك تعوض وبدك تضمن قدر الإمكان لبريمير ليج لأنه فرصة على طبق من ذهب اليونيتد عم يتطور نيوكاسا القادم بقوة السيتي ما رح يهدى لفيربول ممكن يرجع على الموسم القادم تشيلسي مع مشروع تحت قيادة تود بويلي والإدارة الجديدة فرح تكون المنافسة صعبة وصعبة جدا بالموسم القادم أتمنى أن الأرسنال يسرع ويحسم هذه الصفقة أو أخيروحه على الميتومة واختفه بأي شكل ممكن لكن لا كايسيدو فعلا بدنا يجب لعب وسط على سيرة تشيلسي والذي نسحب من صفقة مويسس كايسيدو لكن صفقة إنزو فرنانديز يبدو بإنه ما ماتت نهائيا مع اللاعب ماذا يحدث حاليا إنزو فرنانديز لعبا فيك مثل ما نعرف كان في عرض من تشيلسي تشيلسي نيم القصة نوعا حسن خمس ست سبعة ثم تسع صفقات بهذه الكميوم اللي راحوا على فكرة مبارح حسن صفقة مبارح تشيلسي حسن صفقة جديدة على فكرة وظل اللاعب مع نادي المهم للناس اللي بتسألني مين يعني عم يعملوا صفقات أو لا لا يعني عكيفكم صاحب نادي تشيلسي الظاهر الظلمة بيشحن الأموال على طريقة ببجي شحن لي بالله زكاتك هيك أربعمائة ألف مصم مليار هيك هيك بيشحن هذا الظالم المهم بحسب كل المصادر البارحة تشيلسي سوف يتحرك مرة ثانية إلى بنفكا لحسم صفقة انزو فرنديز ومستعد لبلوز يدفع 120 مليون يورو وصر تشيلسي على حسم هذه الصفقة في هذا المركات فورا يبدو بأنه إدارة لبلوز جادة جدا بمشروعها وبدأت حاول تعطي نصف تاني من الموسم لقراهام بوتر لإنشاء الفريق وقيادة هذه المرحلة والبدأ ببناء فلسفة لعب واضحة بالنسبة لتشيلسي أنا هذا اللي عم فسره ما فيه تفسير تاني أبدا لصفقات تشيلسي شو رأيي بالأرقام أوفر جدا أوفر أوفر بشكل لا يصدق والمبالغ مو معقولة أبدا مهما حصل لكن لو جاب نتيجة فما حدا حيلومه لو جاب نتائج على مستوى 4 أو 5 مواسم ما حدا حيلومه نهائيا لو بقدوا من التوب 3 بالبريمير ليك فقط أربع مواسم ثانيين ما حدا ينهونه نهائيا لأنه بيكون طلع العوائد وزيادة كمان أما إذا نظل بلندن بس مربطة لعند الاسبيرز ونضربطة مع مدينة منشستر الأعثار هاريكان مثل ما تسرب مبارح بحسب أغلب الصحف وبحسب الديلي إكس بريس البريطانية هاريكان بيطلب راتب يصل إلى 400 ألف جنيه سترليني بالأسبوع يعني 25 مليون يورو سنويا كراتب من النادي اللي لو ممكن ينتقل إليه وبحسب اليونايتد وبحسب نسيم أنا اللي نشرت فيديو قبل أسبوع أو أسبوعين قلت لكم أنه أبرز نادي ممكن يروح له هاريكان هو اليونايتد بكل تأكيد اليونايتد وكزا نادي تاني ديلي إكس بريس بتتكلم نفس الكلام وبتألك بأن اليونايتد هو الوجه الأقرب لكن حطوا نتخطحت كلمة لكن الفكرة فقط والتعقيد براتب اللاعب وتكلفة الصفقة حاليا الراتب اللاعب قرابة 25 مليون إذا بدأ عمل عقد خمسة سنين مثلا مثل عادة اليونايتد وبدأك تدفع تكاليف الصفقة ولا تتقدر بحسب ديلي إكس بريس ب120 مليون جنيه استرليني وأتوقع المبلغ يكون أوفر نوعا ما ممكن يوصل ل110 مليون يورو وليس استرليني أنا هيك بقدر بكل أمانة لكن بتقول لك المجموعة سيقارب 300 مليون وهذا رقم فلكي جدا وربما يقف عائق أمام هاي الصفقة شو رأيي بالموضوع من الناحية المالية أنا ماني محل تقدير بهذا الموضوع خليني أحكي من الناحية الفنية لأن الموضوع معقد نوعا ما وبيحتاج بحث أكتر بصراحة من الناحية الفنية هاريكان مثل ما هو حطه بمانشستر ونيتد مكانه جاهز حطه مكان أنتوني مارسيال بالأمام وراشفورد خليه تثبت عجبها اليسرى وقل له روح يا كبير لتنهاج وشغل قطار مانشستر وعطيها الآخر صفقة أكتر من راعبك الأمانة فيما لو اكتملت للشياطين الحمر أما إذا مروح مدينة برشيلونة منشوف أنه فيه خبر سيئ جدا بخصوص إصابة عثمان دمبلة والذي أصيب مثل ما حكينا مبارح وقبل مبارح وقلنا أنه حيغيب من 3 إلى 4 أسابيع لكن طلعت الإصابة هي تمزق بالعضلة من عضلات الفخذ الأيسر تمزق بعد تقلص وفتحه بشكل مفاجئ مثل ما عرفنا وكانت درجة الحرارة 2 تحت الصفر فلذلك كانت الإصابة طبيعية لأي لاعب لكن دمبلة هي طبيعة تلعبه هذا النوع من الإصابات سوف يغيب على أثر اللاعب على الأقل 6 أسابيع يعني مؤكد غيابه عن كمية مباريات كبيرة ومنها مباراتين منشستر يونيتد بملحق دور 32 من الدوري الأوروبي ذهابا وإيابا قدام الشياطين الحمر وهذا الشي بمثل ضربة كبيرة جدا لشافي ولا برشلونة حاليا دمبلة على الأغلب ممكن يرجع من ورات ريال مدريد بالكلاسيكو بالدوري المحلي معقول لهذه الدرجة لأنه بحسب طبيعة إصابات دمبلة لازم برشلونة يتعامل بلطف معها قدر إمكان ويحاول ما يخاطر لأنه دمبلة حاليا أهم لاعب بمنظومة برشلونة إلا لو اللاعب فعلا تشافه بشكل سريع وتغيرت الأمور لكن المؤكد غيابه عن مواجهتي منشستر وهنا أنا بشوف أنه في اختبار قوي جدا 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 هل ممكن يخرج حلول بغياب دمبلة للأمانة أنا بشوف الآن بشوف صعب ممكن بالمستقبل غير كلامي لكن لحد الآن بشوف المهمة صعبة وصعبة جدا جدا دمبلة سلاح فتاك عند برشلونة غيابه سيكون مؤثر لا تقول لي ليفاندوفسكي ولا غير ليفاندوفسكي بوجود دمبلة بيكون فتاك غير ذلك نريد أن ننتظر حل سحري أو رافينيا ينفجر ويعطينا رافينيا ليتزيون عتد طيب دعونا نختتم مع البلانكوريال مدريد والتي تتكلم صحيفة آس مبارح في المقال وبتعنون جود بلنقهام ليس صفقة محتملة للريال بل هو ضرورة هيك بتعنون بعدين بتذكر عدة صفقات بفكر فيها فلورتينو بيريز لكن في الصيف القادم بتأكد الأصل الأسبانية بأن جود بلنقهام بعد انخفاض مستوى توني كروس ولوكا مودريش وعدم عودة فيدي فالفيردي حاليا طبعا بالغ شوي بموضوع فالفيردي لأنه سيعود بكل تأكيد لكن التركيز على توني كروس ولوكا مودريش إذن بتكمل بأنه أصبحت صفقة جود بلنقهام هي ضرورة ملحة وليست مجرد صفقة عابرة يمكن أن يقوم بها ريال مدريد في الصيف القادم لذلك الريال يضع كل تركيزه على صفقة جود بلنقهام وذي الأمانة بوافقها بالرأي 100% بعدين بتأكد بأن هذه ليست الصفقة الوحيدة بل سوف يتجه فلورتينو بيريز إلى صفقة بديل لكاريم بنزما وذلك أيضا في مركات الشيط عفوا وليس الشيطاء القادم لأنه لا يمكن إكمال ريال مدريد لموسم إضافي مع عدم وجود بديل فعال لكاريم بنزما لأننا نعرف من البديل الوحيد ماريانو ديازو ماريانو ديازو توصفه بأنه غالبا سيخرج بالصيف القادم أنا توصفه بأنه ليس لعب كرة قدم بالوقت الراهم بكل أمانة أيضا أغفلت صحيفة آس مذكرت أغفلت الكلام اللي رح قوله حاليا وأيضا حل موضوع الأظهرة من الأكاديمية من النادي بتجيب فران قارسيا بتجيب جواو كانسيلو بتجيب أرنولد بتسوي أي شغلة لكن لازم حل مشكلة الأظهرة الريال الحالي اللي عم يلعب كرة القدم اليوم لو عنده أظهرة بيعطيك وحدة من أمتع مباريات كرة القدم وبدون أي مبالغة بالريال الحالي بس عطي أظهرة الريال يلعب بدون أظهرة يا جماعة الخير هاي وجهة نظري أعطوني أراءكم بخانة التعليقات بشوفكم على خير بإذن الله تعالى وسلام طلق باطنا شوي بهذا الفيديو خربطنا حوالي 20 مرة سلامات حبايب